السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم فيديو جديد اليوم رح ناخد الرياضيات الصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول درسنا اليوم عن الأحد والعشرات طبعا تعالوا نشوف هنا فكرة الدرس فكرة الدرس أجمع الأحد لأكون العشرات والمفردات الأحد والعشرات تعالوا نتعرف عن الأحد والعشرات أول حاجة عندي هنا عندي خمسة خمسة عشر أين هو الأحد وأين هو العشرات دايما الأحد ببدأ من الأول هذه بسميها أحد هذه بسميها أحد وثاني رقم بسميها عشرات بسميها عشرات يبقى خمسة أحد خمسة أحد وهنا واحد عشرات عشرات يبقى هذه بسميها أحد وهذه بسميها عشرات طيب تعالوا نشوف مثال عندك سبعة وأربعون سبعة وأربعون أين هو الأحد وأين هو العشرات الأحد دايما بيكون في أول رقم أول رقم بسميه أحد ثاني رقم بسميه إيش عشرات بسميه إيش عشرات يبقى هذا أحد السبعة أحد والأربعة بسميها عشرات طيب تعالوا نشوف معنا مع بعض الدرس أجمع عشر أحد لأكون عشر عشرة واحدة دايما المربعات الصغيرة المربعات الصغيرة بمثلها بالأحد والعمود بمثلها إيش عشرات يبقى المربعات الصغيرة إيش بمثلها أحد والعمود هذا بمثلوا إيش بالعشرات طيب طيب تعالوا نعد هنا عندك هنا كم مربع صغير واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هنا خمسة وخمسة عشرة يبقى عشرة أحد طيب وهنا كم عمود واحد عمود واحد يبقى واحد عشرة طيب السبعون وين الأحد فيها السبعون الصفر الصفر هنا إيش بسميها أحد وهذه السبع إيش بسميها عشرات يبقى سبع عشرات الصفر أول رقم أحد وثاني رقم عشرات طيب تعالوا معنا مع بعض وجمع أحدا وعشرات طيب يلا تعالى نعد المربعات الصغيرة المربعات الصغيرة بتمثل إيش الأحد قلنا بتمثل الأحد هنا كم كم مربع صغير هنا خمسة وخمسة عشرة وخمسة وخمسة عشرة وهنا أربعة يبقى أربعة وعشرين أحد وين الأحد الرقم الرقم إيش أربعة أربعة هذا بسمي إيش الأحد طيب وين العشرات اثنين اثنين خلاص في حاجة صعبة فيها طيب تعالوا نشوف هنا وجمع أربعة زائد عشرون يعطينا كام أربعة وعشرون طيب تعالوا هنا نشوف مع بعض ناخد مثال أكتب العدد أول حاجة تعالي نعدي المربعات الصغيرة قلنا المربعات الصغيرة بترمز بالإيش بالأحد أوكي يلا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة يبه هذا عشرة وعشرة عشرون عشرون أحد طيب كم واحدة عشرات واحد يبه هنا عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون خمسون أحد طيب وين العشرة تعالي نعدي العشرة العشرة بيمثل إيش العمود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يبه خمس عشرات طيب تعال نشوف المثال هذا اكتب عدد العدد الأحد والعشرات فيما يدي ثم اكتب العدد أوكي يبه عندك هنا كم واحدة أحد الصغيرة المربعات الصغيرة واحد اثنين اثنين احد كم عشرات واحد اثنين ثلاثة ثلاثة عشرات تعالوا نجمعها اثنين زائد واحد اثنين ثلاثة يبه ثلاثون يبه ثنين زائد ثلاثون هيعطينا كام اثنين وثلاثون طيب هل حل المثال أنا ونتم معنا الحين أنا عندي كام الحين عندي هنا واحد ونعمل هنا عندي كم واحد كم واحد مربع صغير يا الله ساعد نعدي انا وانتم مع بعض واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة يبقى هاكتب ايش خمسة هنا اوكي طيب كم معمود هنا واحد اثنين اثنين طبعنا نجمعهم مع بعض يبقى خمسة احد زائد زائد كام زائد عشرون يساوي كام خمسة وعشرون ها سهلة ولا صعبة طيب ناخد مثال ثاني ناخد مثال ثاني عشان نبدأ توضيح تعال نعد كم مربع صغير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة نكتب رقم سبعة هذا احد تعال نشوف العشرات واحد اثنين ثلاثة اربعة 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 عشرات تعال نجمعها سبعة زائد هتدي ايه اربعون يعطينا كام سبعة واربعون ها استوعبتوها الفكرة طيب تعال نكمل هنا هتدي انت بس المربعات الصغيرة يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة احد كم واحد من العمود الكبير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة يبقى اربعة وخمسون اربعة زائد خمسون يعطينا ايه اربعة وخمسون تعال نشوف هنا يلا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة احد كم عشرات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة يبقى خمسة زائد ستون يعطينا كام خمسة وستون طيب هنا كم عشرات واحد اثنين ثلاثة يبقى ثلاثة عشرات هنا كم احد لان المربعات الصغيرة بترمز للاحد والعمود بيرمز للعشرات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يبقى خمسة وخمسة عشرة وخمسة وخمسة عشرة كده عشرون وخمسة وخمسة عشرة كده ثلاثون يبقى ثلاثون احد وهنا كام عشرات ثلاثة هنا ثمانون احد وهنا ثمانية عشرات طيب ناخد المسأل هذا اكتب عدد الاحد والعشرات في مية ثم اكتب العدد يلا تعال نعيد معنا مع بعض واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هذه ثمانية احد كام عشرات واحد اثنين هنحط اثنين هنكتب ثمانية زائد عشرون يعطينا كام ثمانية وعشرون طيب هنا كام واحد مربع واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة هذه خمسة واربعة كام تسعة تسعة احد كام عشرات واحد اثنين ثلاثة اربعة اربعة عشرات يبقى هنا تسعة زائد اربعون يعطينا كام تسعة واربعون تعال نشوف المسأل هذا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة ستة ستة احد دايما المربعات الصغيرة برمزلها بالاحد تعال نشوف هنا العمود واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة يبقى ستة زائد سبعون يعطينا ستة وسبعون تعال نشوف هذا خمسة واربعة تسعة احد يبقى تسعة هادولة تسعة احد تعال نشوف هنا كام عشرات واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة عشرة طب تعال نجمعهم تسعة زائد ستون يعطينا تسعة وستون وهذه نهاية الدرس ان شاء الله تكونوا استوعبتوا فكرة الاحد والعشرات سهلة ولا صعبة دايما الاحد باخدها اول رقم اول رقم بسميه الاحد ثاني رقم بسميه العشرات ثالث رقم بسميه ايش المئات طبعا المربعات الصغيرة بسميها الاحد والعمود برمزلوا بالعشرات ان شاء الله تكونوا استوعبتوا الدرس الاول من الاحد والعشرات نراكم ان شاء الله في درس جديد والى اللقاء ولا تنسونا بالاشتراك واللايكات السلام عليكم